وإن فينا غيستانها لو فينا القير يبقى غني تقابل على باب الجنة رمضان يعني بتعدي الأيام بسرعة قوي وأنا قبل ما أتكلم النهاردة عن موضوعنا على باب الجنة عايز أقول الموضوعين الموضوع الأولاني إنه مبارح الحلقة اللي فاتت كنا نتكلم عن قبور العصاة وعذاب القبر وكثير من الناس بيخاف من الكلام عن العذاب بشيء طبيعي وأنا كمان أنا أصلا بخاف من الحاجات دي وأنا بتكلم وأنا بحضر ببقى عندي نوع من الرهبة عكس شعوري وأنا بحضر حاجة عن الجنة أو عن قبور الطائعين قصور الطائعين ولكن إحنا اتفقنا إن إحنا بنتكلم على باب الجنة من أول اسم البرنامج هو اسم استبشاري وإن إحنا نتكلم عن النعيم إن إن شاء الله يا رب بيكون ربنا بيعده لنا إحنا وإن العذاب من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن كرمه ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبين لنا العذاب وكأنه بيفرجنا عليه من بعيد وكأنه بيصوره لنا وبينقله عندنا لمرحلة اليقين عشان أكننا عايشين فيه عشان نبعد عنه عشان لما الواحد يقول يا رب أنا مش عايز أكون مع دول لازم الأول عذاب دول يتصور عنده حيث لو تصور عنده يعرف حجمه فما ياخدش الموضوع بتريقة وما تطلعش نكت على القبور وتطلعش نكت على الموت بسبب جرئتنا واستهواننا بالآخرة إذن أتمنى إن إحنا نستقبل الكلام عن العذاب بمفهوم استبشاري إن الحمد لله الذي بيّن لنا أسباب العذاب عشان وإحنا في الدنيا عايشين بنذكره دلوقتي نبعد عن هذه الأسباب الحاجة الثانية إحنا جماعة في رمضان دلوقتي ورمضان أيامه بتعدي بسرعة والعشرة الأول خلصه وإحنا دلوقتي في التاني عشرة من رمضان وكثير مننا قد يصاب إما بدفع للأمام أكبر من اللي كان واخدها بسبب استمتاعه بالطاعة وإنه بدأ يصلي الترويح وبدأ يرى القرآن وربنا خد بأيديه فبدأ يحصل نوع من الإقبال أكتر على ربنا سبحانه وتعالى وكأن ربنا كل ما يرى من قلبه خير يفتح له أبواب أكتر وبعضنا حصل نوع من الفطور بسبب إنه مش مستعد أو رمضان فبدأ بالإقبال وبدأ بالتشجيع وبدأ بالجو اللي حواليه اللي بيقوله رمضان جي يلا صوم كويس يلا صلي كويس يلا يختم القرآن يلا أذكر ربنا لكنه مش مسخن قوي لأنه قبل رمضان مش عابد لله عز وجل فأنا بقوله يلا الحمد لله أنت كنت كويس وبدأنا بداية كويسة يريت إنما الأعمال والخواتيم فعايزين نستمر ونجاهد نفسنا ولعل التعب بتاع الكام يوم اللي جايين في رمضان دول هو اللي بسببهم بإذن ربنا وبرحمة ربنا يثبتنا لغاية رمضان اللي جاي ولغاية كمان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة صلى الله عليه وقاله وسلم نهاردة احنا نتكلم على العلامات الصغرى وفي الواقع إن في كثيم الأوقات ما احنا بنسمع عن الأخرة أو بنقرأ عن الأخرة بنيجي عند علامات الصغرى والكبرى وبعضنا بيحاول يفهم إيه هو المراد من عند ربنا عز وجل ليه ربنا خلى للأخرة علامات صغرى وكبرى وإيه الفرق ما بين العلامات الصغرى والكبرى وهل العلامات الصغرى لسه بتحصل ولا في جزء منها كبير خلص ولا كلها خلصت وإحنا في انتظار الكبرى كل ده اللي هنعرفه بمشيئة الرحمن في الحلقة دي واللي جاية بمشيئة رب العالمين ولكن احنا النهاردة هنتكلم على علامات الصغرى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان قبل قيام الساعة بمئات بل بألاف السنين بتبدأ تحصل علامات في الدنيا علشان ربنا سبحانه وتعالى يبعت رسائل انك انتم يا أهل الأرض انتم من أهل نهاية الأرض انتم من أهل نهاية العالم انتم من أهل قرب الآخرة من أول ما تبدأ تظهر العلامات يا أجيال سلموا البعض المعلومة دي اقترب للناس حسابهم يا أجيال سلموا البعض المعلومة دي اقتربت الساعة وانشق القمر يا أجيال سلموا المعلومة انهم يرونه بعيدة ونراه قريبة سبحانه وتعالى عارف امتى الساعة ان الله عنده علم الساعة فالذي عنده علم الساعة قال إن القيامة بكرة اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد طب غد إحنا مش مستشعرين أوي خلاص يا أهل الأرض خدوا علامات ربنا عز وجل يذكرها في القرآن والنبي يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم في السنة إن العلامات دي وراء بعض صغرى وبعدين علامات وسطى وبعدين تأتي العلامات الكبرى خدوا بالكم إن العلامات الكبرى دي بعض العلماء بيقول إن ما فيش توبة بعدها وبعضهم بيقول لا ده في بعضهم في توبة بعدها وبعضهم ما فيش توبة بعدها لكن المعروف عن العلامات الكبرى إنها لما تيجي هينفصل أهل الأرض لمؤمن وعاصي لمسلم وكافر لواحد يؤمن بأن ربنا هو ربنا وواحد يسجد للمسيح الدجال ويقتنع إن ربنا الرجل الطخين القصير ده اللي شعره أكرد اللي ما عندوش عين ممسوح إيه ده وفي حد ممكن يحصل له كده هنشوف هنشوف قريب جدا في الحلقة القادمة أو اللي بعدها إن شاء الله لكن إحنا دلوقتي فين؟ إحنا في المرحلة اللي في الأمان وإحنا عادينا بنتفرج دلوقتي في رمضان أيام الطاعة في هذه السنوات إحنا سنوات انتهاء العلامات الصغرى التمتخيل إحنا فين دلوقتي؟ ممكن يا جماعة من فضلكوا تغمضوا عنكم لمدة ثانية وتتخيل كده إن العلامات الصغرى أغلب العلماء بيقولونها خلصت وأغلب العلماء يقولون إحنا في انتظار العلامات الكبرى الأرض الفترة اللي فاتت بتتحضر لمجيء المسيح الدجال بتتحضر لمجيء المهدي المنتظر بتتحضر للزول لأجوج ومأجوج إحنا بنتكلم في مرحلة فاصلة في الأرض مرحلة فاصلة لطلوع الشمس من مغربها مرحلة فاصلة لقيام القيامة وانشقاق الشمس وانشقاق عذر عن السماء وان الشمس خلاص هتختفيه وتقوم القيامة لكن الحمد لله اللي نعرفه ان القيامة هتقوم على شرار الخلق وقبل ما تقوم القيامة بأحداثها الصعبة قوي هيكون ربنا انقبض روح المؤمنين زي ما هنتكلم المرة جاية عن العلامات الكبرى ولكن خلينا في اللي احنا في دلوقتي احنا يا جماعة في زمن انتهاء العلامات الصغرى في زمن انتهاء العلامات العشرات من العلامات اللي النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم وتبدأ أول علامة نخش في الموضوع أول علامة من العلامات الصغرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا معايا كده يا جماعة افتكروا بداية العلامات الصغرى من 1400 احنا دلوقتي 1428 والتقويم الهجري بدأ من الهجرة طب قبل الهجرة النبي كان نبي من 13 سنة احسب 13 و 28 يعني 41 بعثة النبي من 1441 سنة أول علامة من قريب من 1500 سنة 1441 سنة أدي أول علامة بعثة النبي قال صلى الله عليه وقاله وسلم بعثت وانا والساعة كهتين وأشار بالسبابة والوسطى السبابة اللي هو الصبعدة والوسطى اللي هو جنبه واخد بالك فيه فرق قد ايه ما بين الصبعدة والصبعدة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث وجايا وراه جنبه خالص الساعة وكأن مبأي من الدنيا قد المبأي من الصباع الفرق ما بين السبابة والوسطى دول بعثت أنا والساعة كهتين وفي رواية بر الصحيحين وكنا كفرسي رهان غير أني جئت قبلها وكأنهم بيتسبقوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة جنور الدنيا ونور أولوبنا ونور حياتنا ومن غير النبي إحنا في ظلام وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم قبل باثة النبي نظر ربنا للأرض عربهم وعجمهم يعني الأجانب والعرب فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد ثم أرسلني فجي النبي عشان ينور الدنيا صلى الله عليه وسلم كاني علامة من علامات الساعة الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم برضو بنتكلم على أكتر من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم فهنا بنتكلم إن أول علامتين عد عليهم أهو أدي شوف كم سنة 14 قرن وبقيت السنين دي كلها كانت الأجيال بتسلم كل جيل يا جيل اليما قربت وحصل في السنوات بتاعتنا في الجيل بتاعنا العلامة دي ويا جيل حصل العلامة دي واسمع معايا يبقى تاني علامة موت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستة بين يدي الساعة عد ست علامات قبل أن تبدأ الساعة طبعا ستة من العلامات لأنه طبعا أهم أكتر من ستة منهم موتي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري ومن جوة الستة دول العلامة التالتة فتح بيت المقدس بيت المقدس فلسطين القدس اتفتحت في عهد مين في عهد سيدنا عمر وسيدنا عمر تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة بثلاث سنين اللي قضى فيهم سيدنا وبكر الصديق الخلافة ثممات رضي الله عنهم ففي خلافة سيدنا عمر اتفتح بيت المقدس واتجمعت الجيوش من الشام ومن العراق ومن كل حتة بقيادة يعني قواد الإسلام عشان كل الجيوش تشهد استلام سيدنا عمر مفاتيح القدس وارتفاع الأذان بصوت بلال رضي الله عن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق القدس وبلال يقف يأذن ويفتكروا ذكريات النبي الجميلة لما كان معاهم وبيأذنوا فوق الكعبة صلى الله عليه وسلم ويبكي كل الجيش وسيدنا بلال بيؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعثت النبي موت النبي فتح بيت المقدس كل ده من أكثر من 1400 سنة ثم على ما حصلت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي ظهور مدعي النبوة مدعو النبوة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون وكذبون قريب من الثلاثين حوالي تلاتين واحد كلهم يدعي أنه نبي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من واحد منهم مسالمة الكذاب ادعى أنه هو النبي أنا في يوم من الأيام قعدت مع واحد بيدعي النبوة في الزمن اللي احنا فيه ده إيه وعا تفتكر أن العلامات ما بتحصلش وبنصبع في الجرايط حاجات كتير قد إيه الأيام الرابط وقد إيه العلامات عمالة وراء بعض ومن ألاف السنين أو من 1400 سنة بدأت والله أعلم الدنيا نقص لها قد إيه لكن المتفق عليه أنه كلها وأغلبها خلاص خلاص نكمل علامات الساعة الصغرى ولكن بعد الفصل إن شاء الله نسيين وعيش من رزقون نتنفس في هوا يوم من قبله وخيف إن نبقى مش جاهزين ليله وقال استانتا لو فينا الغير يبقى نتقابل على باب الجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل علامات الساعة الصغرى العلامة لقم خمسة من علامات الساعة الصغرى واقتراب الإيامة طعون طعون ده مرض خطير بيسبب الوفاء قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قبل الساعة هيحصل طعون يأخذ أرواح كثير من المسلمين قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة منها موتان يعني حاجة موتكم موتان يأخذ فيكم كعكاس الغنم عكاس الغنم ده عبارة عن مرض أول ما يصيب الغنم تموت بسرعة الطعون ده حصل إمتى؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وحصل ومات فيه خمسة وعشرين ألف مسلم منهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح مات بهذا الطعون واللي يموت يا جماعة ما الطعون يعني بالطعون يموت شهيد فحصل الطعون ده وكأنه من تقدير ربنا عز وجل ومات فيه خمسة وعشرين ألف مسلم منهم صحابة كثيرون منهم أبو عبيدة ابن الجراح ستة خروج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في الشام يعني لو أنت راكب جمل وماشي في الشام من كتر النار اللي في السعودية من كتر مية عظيمة رقبة الجمل يتعكس عليها الضوء حصلت حصلت إمتى؟ حصلت في منتصف القرن السابع سنة 654 حريقة كبيرة جدا في المدينة المنورة الحريقة دي أضيء لها أعناق الإبل في الشام كما يقول إمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية سبعة قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة من علامات القيامة أيضا الصغرى ضياع الأمانة وأظن كل اللي بيسمعني دلوقتي عايش في الدنيا لما تيجد يشتري عربية لازم تلف بيها على أربع خمس ميكانيكية حسن الراجل اللي بيعبعها لك ده قال لك فيها عيب ولا ما فيهاش رشة مش عارف من جوة لمش رشة الموبايل اللي اشتريته لحسن يكون ملعوب فيه أنا مش هسدق الراجل اللي حسن يطلع بيكذب علي العليس اللي جاي يتقدم هو شكله بس من بره متدين كده طب لازم نقعد معاه ومش عارف من يعمل ايه وخايفين لحسن يكون بيضحك علينا إيه الحكاية إيه اللي بيحصل في البيوت ده إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة رقم 8 كثرة الفتن وكثرة الفتن يا جماعة قبل قيام الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يعني كقطع الليل المظلم يعني فتن صعب جدا يصبح الراجل مؤمنا ويمسي كافرا الصبح كويس وزي الفل وحضرت الدرس والله بحب ربنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا من كثرة الفتن اللي في الدنيا فتأتي الفتن ليه أصلا عشان ربنا يمحص القلوب يمحص يعني يحصل تصفي ألف لام مين الآية المشهورة أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون طب ليه رب تفتن ولقد فتننا الذين من قبلكم فلا يعلمنا الله فلا يعلمنا الله هو ربنا ما كانش يعلم فعمل حاجة عشان يعلم بها قالت لك لا يعلمن يعني يظهرن فلا يعلمن الله أن يظهر قدام الناس فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذن أصل الفتن كعلامة من علامات القيامة الصغرى إنها تفرق الناس لمؤمن طائع وعاصي أو مثلا كافر عشان يظهر بعد كده هذا الإيمان في موجهة الفتن الأكبر في وقت نزول العلامات الكبرى طيب تسعة انتشار الزنا والموضوع ده يا جماعة نفسي أمسكه في حلقة كده مش شرط أتكلم على الفاحشة دي بس أتكلم إيه اللي بيحصل فينا إيه اللي بيحصل فينا في مستوى الحياء إن زمان كان عيب كان العيب هنا وبعدين حصل إن جي واحد أمشيط العيب ده أم العيب ده رح هناك قلني إيه ده إزاي حد يعمل كده ده عيب قوي فلما رجع العيب بقى هنا تاني إن الواحد يتكلم كلام مثلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له واحد من الصحابة هل فعلت أو هل أصبت يقصد أنت جمعت زوجتك حديث من الأحاديث ويسموا ويسموا اللي راح الحمام الحمام قضاء الحاجة عشان ما يقولش حتى يعمل توالت حتى الكلمة دي عيب يقولك راح يقضي حاجته يعني راح يعمل حاجة كده يعني شايف الأدب فييجي بتتابع الأجيال يقوم حد عمل فيلم شذوذ مثلا وعادي كلام كده عادي يعني إيه مشكلة يعني فيروح يلعيب بعيد قوي إيه ده ده عيب قوي كده فلما نيجي نرجعه نرجعه هنا من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم وإن من أشراط الساعة كذا علامة ومنها ويظهر الزنا يا جماعة لو سمحتم وأنا بقول لنفسي معاكم اثبت وغض بصرك وابعد عن أي علاقة غلط بالجنس الآخر والكلام للشباب والبنات علشان ربنا قال ولا تقربوا ابعد خالص ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة ومن علامات الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال لدرجة إيه يا رسول الله قال حتى يهم يهم يعني بالنسبة للمشكلة حتى يهم صاحب المال من يقبله أنا عندي حاجة شغلة بالي مش عارف قدي زكاتي ولا صدقتي للمحدش يا عامة جماعة قبل الفلوس كل الناس أغنية تقول لسه ما حصلتش أقول لك حصلت ده حصلت قبلنا بألف وشوية سنة أيام سيدنا عمر بن عبدالعزيز كثرة المال كثرت الفتاحات وربنا نبارك وربنا راضي لدرجة إنه ما فيش حد نزكي عليه ما فيش بقراء أصلا طب الله طب فلوس الزكاة تروح فين طب يا جماعة اقضوا ديون المسلمين ما فيش حد عليه ديون طب اقضوا ديون غير المسلمين أهل الكتاب اللي عايشين معانا عشان أخلاق المسلمين تظهر قضينا ديون كل أهل الكتاب طيب نعمل إيه طب جوزوا الناس اللي ما تجوزتش الله يا بختهم كل الناس اتجوزت الله أكبر طيب نعمل إيه نعمل إيه طيب هاتوا اشتروا بالفلوس دي حب وانصروه على رؤوس الجبال وصية خليفة المسلمين انصروه على رؤوس الجبال حتى تأكل الطير من خير المسلمين يا سلام على بركة ربنا سبحانه وتعالى وعلى طاعة ربنا اللي بتجيب أحسن رزق وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والنحية التانية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل للسماء عليكم مدرارة يمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة من علامات قيام الساعة حصلت من 1300 سنة مثلا كثرة الأموال حتى لا يقبله الفقراء لأنه ما فيش فقراء أصلا ومن علامات الساعة كثرة القتل كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم ويكثر فيكم الهرج عذرا يا جماعة أنا مش بقول الأحاديث بنصصها لأن هي طويلة فأنا باخد كل نقطة جزئيتها من الحاديث ويكثر فيكم الهرج الهرج فقلني يا رسول الله ما الهرج قال الهرج هو كثرة القتل إنه يبقى في قتل كتير طب إحنا عندنا دلوقتي السجارة السجارة حتة الورقة دي بتقتل 13 ألف بني أدم في اليوم فضل في اليوم وبعد 5-6 سنين هيبقوا 20 ألف بني أدم في اليوم السجارة وفي العراق كان واحد بيموت يوميا وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان والإيدز والأمراض ويكثروا بس بلاش نقول الحاجات دي تقتل بس أنا عايز أقول تقتل لو كات من الحرام لكن يكثر فيكم الهرج 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 اللي هو القتل ومن علامات الساعة لقم 12 كثرة شرب الخمر معايا فيديو ولا مش معايا قال صلى الله عليه وسلم وإن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر يشرب الخمر طب يعني إيه خمر خمر يعني كل شيء غطى العقل وسمي الخمار عند النساء خمار لأنه بيغطي جسد المرأة فالمخدرات الحشيش ده مخدراتنا مش مخدرات طبعا مش مخدرات نعرف أسيبه في أي وقت أقول لك ده أنت غلبان أوي أوي ده من أكتر الأشياء الإدمان الحشيش ده اللي بيقول كده مش عارف أي حاجة واسمع أي واحد متخصص طب بيجاد تعرف تسيبه طب ما تسيبه دلوقتي طب تيجي نعاهد بعض أمام رب العالمين إن ما تلمسش سجارة حشيش بعد كده ولا هو إدمان ولا إيه 200 مليون جنيه يتصرفوا في ساحل من السواحل اللي بيصيف عليها في أحد بلاد المسلمين 200 مليون جنيه يتصرفوا على المخدرات في شهر 6 و 7 و 8 في الصيف في أحد الأماكن خط كده بيصيف علي الناس في سنة من السنوات ودي إحصائية وزارة من وزارات أحد الدول الإسلامية خط اسمه ساحل من السواحل الشواطئ في أحد بلاد المسلمين أن يشرب الخمر شرب الخمر ده يا جماعة ليه حديث عندنا في النار ربنا يسطر وليه حديث في الجنة ما أجمله الناس اللي بعيد عن موضوع الخمر 13 كثرة الزلازل من علامات اقتراب الساعة أن الأرض خد بالك الأرض ليها زلزال كبير يوم القيامة إذا زلزلت الأرض وزلزالها الزلزال بتاعها بقى بس قابلوا فيه تحضير للأرض لهزت هذه الأرض فتكثر الزلازل قبل قيام الساعة في المئتين سنة اللي فاتوا والتسنامي يشهد علينا كثرة الزلازل وإنها أكتر من الدنيا كلها اللي فات ده كله كوم وآخر المئتين سنة دول كوم تاني في كثرة الزلازل اللي بتحصل وإنتم أعلم مني بهذه المعلومات قبض العلم إن يبدأ يحصل موتان للعلماء تعرفين إن في سنة من السنين مات خمسة أو ستة من كبار علماء المسلمين ماتوا فرفع معهم علم في صدرهم كتير قوي وبجد يا جماعة إحنا في أشد الحاجة دلوقتي لكل واحد يتعلم ويطلب العلم لاحسن إحنا يا جماعة كثير مننا مقصر في أساسيات دينه مش عارف يا تطاخر إيه الأشياء اللي توجي بالغسل وإيه الأشياء اللي ما فيه جه غسل لو نسيت وأنا بصلي ومقولتش التشاهد اللي في النص أسجد سهو ولا صلاة باطلة هو فرض ولا سنة أتوضى زي النبي إزاي صلى الله عليه وسلم يا جماعة دي أساسيات العلم في الطهارة والصلاة والوضوء فمن علامات قيام الساعة أن يقبض العلم قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ومن علامات أيضا اقتراب الساعة أن تلدوا الأمة ربتها يعني إيه وحديث ده في الصحيحين إن الست تخلف اللي تربيها الأمة العبدة الأمة تولد ستها ففصرها العلماء إن هيجي زمان أنا اللي ربي أبويا أمي وأنا اللي أوجههم وأنا اللي أعلمهم غلطهم وأنا اللي أقوله حرام أنت مش عارف حاجة يا بابا وأنا اللي أقوله خنقتني وأنا اللي أزعى الأمي كأني اللي بربيهم كأني أنا أبو أبويا وأبو أمي وأظن بيوتنا شهد على الكلام ده أن تلدوا الأمة ربتها إن الأولاد العيال هم اللي ربوا أهليهم ومن علامات الساعة ظهور موت الفجأة ظهور كثرة موت الفجأة أي أن كان سبب بقى لكن كثرة ظهور موت الفجأة وبرضه كل واحد فيكم موسائوته دلوقتي تعرف كم واحد موت فجأة أيدينا كلها تطرفع لكثرة موت الفجأة لاقتراب الساعة ومن علامات الساعة اللي أختم بيها اتباع الغرب قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون السابقة يعني هيمشوا على الناس التنين اللي غيرهم فقال الصحابة يا رسول الله أهم فارس والروم فارس والروم ها قال نعم ومن الناس إلا هؤلاء أيوة هم الفارس والروم أيوة هتمشوا وراهم أيوة هتقلدوهم من أول قصة الشعر لغاية طريقة اللبس لغاية طريقة الفسح لغاية هم بيحبوا إيه وبيسمعوا إيه وبيتفرجوا على إيه وطموحاتهم إيه لا زينا لا في الدنيا والآخرة مع إنه هم مشتبعنا مع إنه هم يعني مفيش حاجة بيننا وبينهم زي بعض يا جماعة لا في الدنيا ولا في الآخرة إزاي أمشي معاهم هل دول هيسعتوك في القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر علامة قلناها عشان نختل بيها هي علامة اتباع الغرب فبالله عليكم لو سمحتوا جماعيزين نعيش عيشة أهلنا ونعيش عيشة أسرنا ونبقى كده قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ونفقدش الهوية العربية الإسلامية حتى نبعث مع من نحب يحشر المرء مع من أحب ومن تشبه بقوم الحشرة معهم خلصنا العلامات الصغرى نتقابل مع المسيح الدجال والعلامات الكبرى ولكن الحلقة جاية إن شاء الله وصد لله ومبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين